موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً سهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص نتحدث في هذه الحلقة عن هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين نستعرض في هذه الحلقة إنجازات المملكة العربية السعودية منذ أن وحد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله هذه البلاد وما واجهه من تحديات في تلك المرحلة نتحدث مع ضيفنا الكريم عن تلك التحديات وعن الإنجازات التي تحققت منذ ذلك العهد إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله واسموه لعهده الأمين صاحب السموه ملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع ضيفنا الكريم يسعدنا أن أرحب بالدكتور محمد الربيع وكيل جامعة الإمام محمد بن السعود الإسلامية ورئيس النادي الأدبي في الرياض السابقة المستشار في دارة الملك عبد العزيز أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام حياك الله يا دكتور ونتحدث في بداية هذا اللقاء في عام 1744 تأسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود المقرن حدثنا يا دكتور عن تلك المرحلة وما صاحبها من تحديات بسم الله الرحمن الرحيم سأبدأ قبل ذلك التاريخ سأبدأ من بداية تكوين إمارة أهل السعود ابتداء في الدرعية أهل السعود كما هو معروف من قبيلة بني حنيفة وكانوا يسكنون في شرق الجزيرة العربية نعم وهم من فرع يطرق عليه الدروع وكان يحكم الرياض أحد أقاربهم أو من فرع الدروع وهو من درع في الرياض فقدم جد الأسرة الأعلى مانع المريدي قدم من شرق الجزيرة إلى الرياض فابن درع في الرياض أسكنه أو منحه منطقة الدرعية ولم تكن تسمى بالدرعية كان فيه مليبيد وغصيبة فلما سكنها مانع أطلق عليها الدرعية نسبة إلى إسرة الدروع من بني حنيفة هذا الكلام كان قبل سبعة قرون يعني عام ثمانمائة وخمسين هجرية نعم استمر آل مانع المريدي في حكم الدرعية كإمارة للدرعية نعم إلى أن نصل إلى الإمام محمد بن سعود وهو جد الأسرة السعودية إذا وصلنا إلى الإمام محمد بن سعود فالقضية الفاصلة في الموضوع هي قدوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من العيينة إلى الدرعية نعم وتحالفه مع الإمام محمد بن سعود على نشر الدعوة السلفية وبالتالي أصبح يطرق على حكام الدرعية الإمام وأولهم الإمام محمد بن سعود ثم عبد العزيز بن محمد ثم سعود بن عبد العزيز ثم عبد الله بن سعود الذي انتهت به الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الأولى في الحقيقة وإن كانت فترتها ليست طويلة يعني نقدر نقول مثلاً من التحالف مع الإمام محمد بن عبد الوهاب عام 1157 إلى حرق الدرعية وتدميرها من قبل إبراهيم باشا نعم عام 1233 لكن هذه الفترة كانت حافلة بالأحداث أولاً تكونت الدولة وتوسعت الدولة كثيراً وتغيرت أوضاع المنطقة بشكل كبير يعني الذي يدرس ما وصلت إليه الدولة وما وصلت إليه عاصمتها الدرعية يجد مجال خصب للحديث عن تطورات كثيرة أصبحت الدرعية عاصمة كبيرة للعلم والعلماء بوجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وتلاميذه يعني أصبحت موئل للعلماء ويأتون من جميع أنحاء الجزيرة العربية نعم أصبحت أيضا لها موقع تجاري كبير والذين وصفوا أسواق الدرعية في وقت الدولة السعودية ولا تحدثوا عن توسع اقتصادي كبير جدا أيضا الناحية الحضارية تطورت الدرعية في عهدهم والدليل على ذلك هو ما تبقى من آثار الدرعية وبالذات في قصور آل سعود في حي الطريف ما تبقى منها إلا إبراهيم باشا دمر الدرعية وشرد أهلها وانتقلوا منها وأحرق النخيل ويعني انتهت الدولة في نهاية الدولة السعودية الأولى ودنا نتحدث الدكتور حتى يعني عن الجانب الاقتصادي وأنت يعني مررت عليه كيف كان الجانب الاقتصادي أو الحالة الاقتصادية في تلك الفترة والدخل الدولة يعتمد على بها نعم هو الحقيقة إذا الواحد قارن بين الوضع قبل قيام الدولة الأولى وبعدها سيجد فروقات كبيرة أولا كان نجد وداخلية الجزيرة العربية أو وسط الجزيرة العربية كان مهملا منذ قرون طويلة وكان كل بلدة حتى لها إمارتها وعليها حواميها وإلى آخر لكن لما قامت الدولة يعني أصبح للدولة كيان هذا الكيان يتكون من وجود جيش للدولة ومن وجود الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي كان يعتمد أولا على الزراعة ومنطقة الدرعية وما حولها كلها مناطق إلى الآن يعني مناطق زراعية أيضا على البيع والشراف المبادلات التجارية يعني كانت تصل إليها الحملات من داخل الجزيرة وحتى من خارجها ويدل على ذلك كثرة المحلات والدكاكين وصفت هذه حتى في الشعر وتحدث عنها ابن بشر في تاريخه وغيره موارد الدولة طبعا تعرفون أن الدولة الإسلامية بشكل عام هي تعتمد على موارد مثلا الزكاة الزكاة موارد للدولة وله مصارفه المحددة في القرآن الكريم ويعني أمور كثيرة جعلت هذه الدولة لها كيان واضح ونشاط اقتصادي واجتماعي وحضاري يعتبر متقدم بمقياس العصر طبعا أي تقدم في أي بلد من العالم يقاس بمقياس عصره نعم كان هناك تحديات كبيرة واجهة الإمام محمد بن سعود في تلك الفترة وتغلب عليها لو توجزنا أبرز تلك التحديات في تلك المرحلة يا دكتور طبعا عندما قدم الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وتعاهد مع الإمام محمد بن سعود نعم كان هذا التعاهد قائم على تطبيق الكتاب والسنة نعم وفي نفس الوقت الدفاع عن الدرعية وأيضا نشر الدعوة السلفية وبالتالي كانت تحديات الأولى هي كيف يتم نشر الدعوة السلفية ابتداء من المناطق المجاورة ولك أن تتصور أن الرياض التي أصبحت الدرعية جزءا منها كانت دولة وقاومت الدرعية سنوات طويلة وحروب طويلة حتى تم الاستلاع لها لكن الذي ينظر في حدود الدولة السعودية الأولى وبصفة خاصة بعد أن توسعت في عهد الإمام عبد العزيز ثم في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز يعني الإمام الثالث يجد أنها وصلت إلى مساحات كبيرة يعني وصلت إلى عسير جنوب الجزيرة دخلت الحجاز أصبحت دولة كبرى أصبحت دولة كبيرة فعلا وهذا ما ألب عليها الأعداء فهنا يعني صار هناك الصراع ومعارك مع الدولة العثمانية التي لم تكن راضية عن قيام دولة من الجزيرة العربية ودولة تقوم على الفكر الإسلامي السلفي السني المعتدل وأيضا وصلت إلى الحرامين الشريفين فهنا بدأت مؤامرات الدولة العثمانية ضد الدولة السعودية الأولى فجيشت الجيوش وقامت حروب كثيرة إلى أن انتهت باستيلاء إبراهيم باشا على الدرعية ونقله للإمام عبدالله بن سعود إلى مصر ومنها إلى تركيا حيث أعدم هناك وتشريد سكان الدرعية بعضهم طبعا من أهل سعود ومن أهل الشيخ بعضهم نقله حتى إلى مصر وتشتتوا في البلدان وبذلك انتهت الدرعية ولهذا عندما ننتقل إلى الدولة السعودية الثانية التي أسسها الإمام تركي بن عبدالله نجد أنه اتخذ الرياض عاصمة للدولة السعودية وهذا كان عام الف ومئتين واربعين يعني قبل مئتي سنة بالضبط قبل مئتي سنة أصبحت الرياض هي عاصمة الدولة السعودية سبب الانتقال سبب الانتقال أولا الدرعية كانت مدمرة تماما كانت مدمرة وكانت المقومات الحياة موجودة في الرياض باعتبارها هي القريبة من الدرعية فانتقال آل سعود وأكثر أسر الدرعية انتقلوا إلى الرياض فأصبحت الرياض هي عاصمة الدولة السعودية الثانية التي بدأت بالإمام تركي عام الف ومئتين واربعين ومن بعد ابن الإمام فيصل بن تركي ثم أبناء الإمام عبد الله وسعود وعبد الرحمن إلى أن سقطت الدولة السعودية الثانية أيضا سوف نتحدث لها عام 139 لاحقا إن شاء الله عن الدولة السعودية الثانية لا شك بأن تأثير الدولة السعودية الأولى كان كبير جدا على الدولة المجاورة كيف كان يصل هذا التأثير سواء الدعوة السلفية أو حتى التأثير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي كان هناك أكثر من طريقة نعم الأول هو قدوم عدد من أبناء الجزيرة العربية من مناطق مختلفة وطلبهم للعلم في الدرعية على الشيخ محمد بن عبدالله وهاب وأبناءه وتلاميذه وهذا كان له تأثير جيد جدا يعني لو درسنا انتشار الدعوة مثلا في عسير وإلا في أماكن كثيرة تجد لهؤلاء تأثير نعم الشيء الآخر هو أن أئمة الدولة السعودية الأولى أيضا بدأوا يكتبون إلى الملوك والدول وكذا فنجد حتى لهم كتابات ورسلات إلى ملوك المغرب وغيرهم أيضا عن طريق الحج الحقيقة الحج موسم يأتي من يأتي للحج ويتأثر بالدعوة ويرى أنها قائمة على عقيدة السلام الصالح فتنتشر ولهذا نجد كتابات كثيرة عن الدعوة وعن الدولة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي مع العلم أنه كان هناك مقاومة أيضا شديدة ضد الدولة من أعدائها سوى من الدولة العثمانية أو ممن كانوا تابعين للدولة العثمانية في الحجاز وغيره لا شك دكتور بأن الأحداث كبيرة جدا وتحتاج إلى حلقات وليس حلقة ولكن نحاول إن شاء الله أن نختصر ونجمل بعض الأحداث التي حدثت مرة الدولة السعودية الأولى بمراحل بناء مختلفة بودنا ونقلات مختلفة لو أيضا تتحدث عن هذه المراحل مراحل البناء للدولة السعودية الأولى أولا تغيرت صفة الحكام من أمير أمير الدرعية إلى صفة الإمام وصفة الإمام طبعا أصبح تطلق على الإمام محمد بن سعود وما بعده هذا يعني أعطى للدولة ولحكامها صفة دينية شرعية أيضا أنهم يمثلون العقيدة الإسلامية الصافية الصحيحة وهذا أدى طبعا إلى أن ننتقل من أمراء لبلدة إلى حكام لدولة وهذه الدولة أصبحت أكبر دولة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت والذي ينظر إلى الخرائط مثلا المعدة عن الدولة السعودية الأولى والدولة الثانية والثانية يجد أن الدولة السعودية الأولى انتشرت بشكل كبير جدا وإن كانت لم تدم طويلا بسبب الغزو الخارجي عندما جاء محمد علي بجيوشه وآخيرا جاء إبراهيم باشا إلى أن دمر الدرعية فالدولة الأولى سقطت بعوامل خارجية وهو الغزو العثماني لها وتدميرها بعد سقوط الدولة السعودية الأولى أيضا نهضة الدولة السعودية الثانية لو تحدثنا عن ظروف تأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الأمير التركي بن عبدالله هل كانت الظروف في تلك الفترة مشابهة لقيام الدولة السعودية الأولى قد يكون الأمر مختلف دعونا نأخذ من لحظات السقوط الدرعية طيب نواصل الحديث في هذه اللحظة دكتور بعد هذا الفاصل فاصل ونعود لكم مشاهدين الكرام أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في هذه الحلقة والخاصة باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين مع الدكتور محمد ربيح يا دكتور أهلا وسهلا وكنا تحدثنا قبل الفاصل عن قيام الدولة السعودية الثانية وعن الظروف هل كانت مشابهة لظروف قيام الدولة السعودية الأولى والتحديات هل كانت مشابهة لتلك التحديات طبعا إذا رجعنا إلى لحظة سقوط الدولة السعودية الأولى وتدمير الدرعية من قبل إبراهيم باشا نجد أن إبراهيم باشا وجيشه عملوا على تخريب كل شيء فطبعا الإمام عبد الله رحمه الله اعتقل وارسل إلى مصر ثم إلى اسطنبول وأعدم وكذلك أعدم الكثير من قادة وأهل الدرعية لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر الحق وأن تعود الدولة فعدد من أهل سعود لم يقع في الأسر وبالتالي بعد ذلك بمجرد ما انتهى إبراهيم باشا من تدمير الدرعية وبدأ ينسأل كان في معاهدة لتسليم الدرعية على أن ألا تحراك ولا يطعن خيله ولا كذا لكنه خان وخالف كل التعهدات على كل حال نعم بعد ذلك لم تنتهي القضية بدأت المقاومة ضد الغزو العثماني هذه المقاومة تمثلت في أمراء من من أهل سعود قاوموا الدولة أيضا من المدن الأخرى كانت المقاومة في كل مكان تعبت الحاميات العثمانية التي خلفها إبراهيم باشا لم تستطع أن تفرض سيطرة الدولة على ما كان للدولة السعودية الأولى إلى أن ظهر الإمام تركي ابن عبدالله وأسس الدولة السعودية الثانية واتخذ الرياض عاصمة لها عام 1240 هجرية هنا قامت الدولة الثانية وهي امتداد للدولة السعودية الأولى واستمرت أيضا فترة كما ذكرت إلى عام 1309 عندما أيضا سقطت الدولة الثانية بيد الرشيد وفي عهد الإمام عبدالرحمن ابن فيصر كيف كانت الأوضاع أثناء الدولة السعودية الثانية الأوضاع الاقتصادية خصوصا الدولة السعودية الثانية شهدت مراحل استقرار ومراحل اضطراب لأن أول شيء الدولة العثمانية لم تترك الأمر أيضا عادت إرسال حملات وجيوش إلى آخره ثم في أيضا فترة الإمام عبدالله بن سعود الإمام قصدي عبدالله بن فيصل والإمام سعود بن فيصل صار هناك اختلاف بين الإمامين أو بين الأخوين وأدى هذا أيضا إلى نزاعات وحروب فلم يكن الاستقرار دائما مرت فترات استقرار وفترات اضطراب أي نعم نعم نتحدث كذلك حول الحال الاقتصادية في تلك الفترة أيضا العملات كيف كانت طبيعتها تعامل الناس في الأسواق طبعا سواء في الدول السعودية الأولى أو الثانية طبعا بالنسبة للعلماء العملات لا أستحذر بالضبط الآن العملات لكن كانوا يستخدمون عملات الدولة العثمانية لأنها هي المنتشرة وأيضا هناك البيع بالمبادلات وهذا معروف يعني من قديم شهدت الدولة الحقيقة فترة جيدة من الاستقرار والنشاط وبالذات في آخر عهد الإمام تركي وفي عهد الإمام فيصل بن تركي يعني استقرت الدولة إلى حد كبير ومعروف طبعا أنه لن يكون هناك نشاط اقتصادي أو علمي إلا في ظل الاستقرار يعني في مرحلة الاضطراب ينشغل الناس بالحروب والكر والفر وبالتالي تضعف النشاطات الاقتصادية والثقافية والعلمية لكن في فترة الاستقرار نعم ومعروف طبعا أنه بعد أن استقر الإمام تركي أيضا عاد عدد كبير من العلماء من أبناء الشيخ محمد العبد الهاب ومن أحفاده أيضا عادوا إلى الرياض وكونوا مدارس علمية ومكتبات وأشياء كثيرة ولعل أشير هنا إلى رسالة قدمها الدكتور راشد بن عساكر عن الحياة العلمية والثقافية في عهد الدولة السعودية الثانية وهناك فرط في الحياة العلمية بين الدولة السعودية الأولى والثانية هو تحدث عن الدولة السعودية الثانية نعم والحقيقة قام بمجهود رائع جدا في الرسالة وأحصى عدد كبير جدا من العلماء مما يدل على تقدم علمي وأحصى لنا أيضا عدد كبير من المكتبات نعم والمكتبات طبعا هي مصدر المعرفة وتحدث عن المخطوطات المطبعات الموجودة ونشاط أئمة السعود وأمرائهم في طباعة الكتب إلى آخر فرسالة دكتور راشد كشفت عن أن أشياء كثيرة تمت أيضا في الدولة السعودية الثانية من الناحية الثقافية والحضارية وهي تمهيد للدولة السعودية الثالثة القائمة المباركة نعم إذن الدولة السعودية الثالثة والتحديات التي واجهها المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله في تلك الفترة كانت تحديات عظيمة وكبيرة جدا بداية كيف بدأت بدأت عملية توحيد هذا الكيان الكبير الملكة السعودية والله يشوف توحيد هذه الدولة على عهد الملك عبد العزيز هذه معجزة من المعجزات لأنه معروف أن الجزيرة العربية ما مرت بعهد استقرار وتطور مثل ما تم في عهد الملك عبد العزيز ومن بعدها أبنائه صحيح الدولة السعودية الأولى أيضا تقدمت وصار لها كيان وكذا لكنها اصطدمت بالدولة العثمانية فدمرت الدولة الثانية أيضا كانت مؤهلة لأشياء كثيرة ولكن حصل بإرادة الله النزاع بين الأخوين فأدى ذلك إلى سقوط الملك عبد العزيز رحمه الله استفاد من كل ما مر بالدولة الأولى والثانية ولهذا الذي يدرس استراتيجية الملك عبد العزيز في التعامل يجد أولا أنه بقدر الإمكان كان يتجنب الصدام مع الدول الكبرى نعم حتى يتمكن من إقامة الدولة حينك سياسية نعم وكان أيضا يتجنب أي أمر يؤدي إلى الانشقاق الداخلي والخلاف حتى يعني الأولى سقطت بعوامل خارجية في غزو والثانية سقطت بخلافات فكان يتجنب هذا وذاك بالإضافة إلى أمور كثيرة جدا طبعا معروف أن الدولة عندما سقطت الثاني عام 1309 المارك عبد العزيز طبعا عاد إلى الرياض 1319 نعم يعني عندك فترة عشر سنوات هذه كانت فترة مضطربة جدا إلى أن بدأ من الرياض ولو حسبنا تاريخيا من عام 1319 إلى يعني نهاية المعارك والتحول إلى تأسيس المملكة العربية السعودية بهذا الاسم وهو طبعا الذي يحتفل به في اليوم الوطني نجد إلى عام 1351 يعني فترة كلها كانت فترة حروب وأشياء كثيرة ثم جاء الاستقرار طبعا من ناحية التركيبة للحكم والتسمية الملك عبد العزيز كان يطلق عليه في البداية سلطان نجد نعم عندما تم ضم الحجاز 1344 أصبح يطلق عليه ملك الحجاز وسلطان نجد نعم ثم تغير الاسم إلى ملك الحجاز ونجد وأصبح اسم الدولة المملكة الحجازية النجدية إلى عام 51 عندما تم اختيار اسم المملكة العربية السعودية وتحديد اليوم الوطني بواحد الميزان نعم نتحدث عن الملك عبد العزيز رحمه الله هناك صفات لدى الملك عبد العزيز رحمه الله تورث أبناءه من بعده نعم ما هي أبرس تلك الصفات دكتور؟ والله خير من حدد هذه الصفات وتحدث عنها هو الملك سلمان حفظه الله نعم في محاضرتين مهمتين جدا الأولى ألقاها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والثانية ألقاها في جامعة أم القرى في مكة المكرمة نعم وطبعتهما الدارة وهذا رجعنا إليه سنجد أنه حدد الملامح الرئيسة لصفات الملك عبد العزيز نعم فأولا وقبل كل شيء هناك التدين نعم يعني رجل متدين ويقوم الليل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر وأن يعني يعين على موكل إليه الشيء الثاني هو أنه كان يستفيد من كل من حوله ممن يجد فيه القدرة حتى ولو كان في يوم من الأيام من أعدائه معروف أن هناك أناس خدموا مثلا الرشيد مثلا أو خدموا الأشراف في الحجاز عندما استقر الأمر هو الذي استدعاهم واستعانى بهم واستفاد منهم وهذا يدل على العقلية كبيرة أيضا لو رجعنا حتى للمستشارين الذين كانوا يعملون معه سنجد أمرا عجبا ستجد من هو مصري من هو سوري لبناني ليبي من كل البلاد العربية لماذا لأنه أولا الأحرار العرب الذين كانوا يقاومون الدولة العثمانية ويريدون الاستقلال لبلادهم وجدوا في الملك عبد العزيز ظلتهم وجدوا أن هذا هو الذي سيؤسس الدولة العربية الكبرى وسيعيد للعرب أمجادهم هو أيضا وجد لديهم قدرة ومعرفة وتجربة فاستفاد منهم طبعا واستفادوا منه لكن المهم من هذا يدل على عقلية حضارية وتطورة أيضا عندما ننظر مثلا إلى إنشاء الهجر وتوطين البادية كل هذه عوامل من أجل الاستقرار من أجل يتحول البدو إلى حضر مقيمين في المدن وبالتالي يتحولون إلى قوة زراعية يتحولون إلى قوة صناعية يتحولون أيضا إلى التعليم عندما نتحدث عن التعليم إصدار الأنظمة أنا راجعت ما صدر بعد عام 1344 بعد دخول ملك عبد العزيز للحجاز خلال سنة واحدة أصدر من التعليمات الشيء الكثير في الحجاز تنظيمات إذا قرأها الإنسان الآن يتعجب كيف صدرت بهذه السرعة وبهذا الإتقان طبعا كانت الوضع في الحجاز من الناحية العلمية والتنظيمية متقدم فعلا فعلا ما جاء يعني يعني إنشاء مجلس شورى صدرت أنظمة كثيرة بعد ذلك في التحية المدارس حتى الابتعاث الابتعاث بدا في عهد الملك عبد العزيز أيضا إنشاء الجيش النظامي يعني طبعا تعرف كان الأول يعتمد على صحيح جيش يأتي في وقت الحروب ومتطوع نعم ومتطوع نعم لكن بعد ذلك صار الجيش نظامي وعندما أسند وزارة الدفاع إلى الأمير منصور بن عبد العزيز رحمه الله نعم الأمير منصور بنى الجيش وكون أشياء كثيرة المدارس العسكرية والمستشفيات العسكرية كل هذه بدأت في عهد الأمير منصور يعني في عهد الملك عبد العزيز فأيضا كان يستخدم الحكمة نعم مع القوة وإذا نظرنا إلى مسألة مثالان الإخوان نعم يعني تمردوا عليه أرسل لهم العلماء حاورهم استدعاهم يعني فترة طويلة إلى أن وجد لا يسى هناك حل إلا بالقوة صارت معركة اسبلة إذن سوف نستكمل هذا المحور دكتور بعد الفاصل شأنه فاصل مشاهد الكرام ونعود إليكم أهلا بكم مقومات الحكم لدى الملك عبد العزيز يرحمه الله بدي قبل أن ننتقل لمحور آخر دكتور أن تكمل في هذا الجانب نعم أنا أتحدث عن بعض النقاط نعم يمكن أن نضيف إليها أيضا أن الحكم أساسه العدل نعم وبالتالي هذا من أهم مقومات الحكم الأمر الآخر أن الملك عبد العزيز كان يؤسس لدولة يشترك في تأسيسها كل أبناء هذه الدولة يعني الجميع شارك في التأسيس نعم وبالتالي أصبح الجميع عليهم واجب الدفاع عنها لأنها لهم جميعا وليست لمنطقة معينة أو أقليم معين أو أسرة معينة الكل يشعر بالانتماء إليها حتى أن الكتاب العرب والشعراء العرب نعم وجدوا فيه النموذج الذي كانوا يتمنونه لإعادة إنشاء دولة عربية إسلامية من قلب الجزيرة العربية يتحقق لها كل مقومات النجاح فنظروا إليه من هذا الجانب كعبقري من عباكرة العرب في العصر الحديث وهذا الأمر يعني يجده الإنسان في عدد كبير جدا من القصائد التي قالها الشعراء العرب وعلى فكرة الدارة الآن ستصدر موسوعة كبيرة عن الملك عبد العزيز في الشعر العربي وقد أحصينا أكثر من مئة وعشرين شاعر غير سعودي ومن جميع البلدان العربية بل ومن خارج البلدان العربية كلهم يتحدثون عن الملك عبد العزيز بإعجاب باعتبار قدرته على إنشاء هذه الدولة الفتية وعلى العدل والإنصاف نعم فكلهم تحدثوا عن ذلك وهم يعني من كبار الشعراء العرب كذلك إذا نظرنا إلى كتابات المفكرين العرب الذين ليسوا من السعودية حتى نقول لهم يجاملون الدولة وإنما هم يتحدثون عن أشياء يرونها ويلمسونها من خلال ما يقرؤون أو من خلال زياراتهم للمملكة للحج وغيرها نعم إذن نتحدث عن مرحلة النهضة الشاملة التي يقود وخادم الحرمين الشريفين في هذا العهد الزاهر وسمو ولي عهده الأمين أيضا هناك نهضة شاملة في شتى المجالات كيف تمكن الملك سلمان يحفظه الله وسمو ولي عهده خلال هذه الفترة المجهزة من إحداث هذه النهضة الشاملة والبناء والإنجازات العظيمة والتي نعيشها هذه الأيام المشكلة أنك وصلت إلى الموضوع المهم والوقت يضع لكن سأختصر في الموضوع أولا أولا الملك سلمان حفظه الله هو خلاصة لتجربة والده وإخوانه الملوك استوعب كل شيء من خلال هذه الفترة الطويلة التي كان يتابع ويرصد ويشارك في أحداثها فجاء إلى سدة الحكم وهو مؤهل ومتمرس بهذه الصفات وبهذا الاستعداد الذي تلقاه ابتداء من والده ثم من أخوانه ثم من مكوناته الشخصية الملك سلمان مؤرخ بل هو كان يطلق عليه أمير المؤرخين السعوديين وفعلا في هذا الجانب حتى هذه الكتب له محاضرات ومؤلفات فاستفاد من أحداث التاريخ وبالذات من أحداث الدولة السعودية في مراحلها المختلفة هذه نقطة يعني مهمة جدا بالإضافة إلى عقلية المتفتحة التي تستوعب الجميع وتحاول وتنظم لتستفيد من جميع القدرات الموجودة في هذا البلد ولهذا نجد أنه من البداية وبعد أيام فقط حصل تحولات وتعديلات وتغيرات وأنظمة جديدة لا يمكن أن يتم ذلك في أيام إلا من الرجل يخطط لهذا الشيء ويستوعبه قبل ذلك ولهذا جاءت الفرصة لأن ينفذ ما كان يخطط له وما كان يفكر فيه ويبني طبعا على ما تم في عهد إخوانه الملوك ومن عهد والد الملك عبد العزيز طبعا متغيرات العصر تتطلب أيضا أن يكون الحاكم مواكبا لعصره من حيث التطورات والتحولات العالمية العالم ليس مستقرا وإنما يمر بأحداث وتموجات كثيرة إن لم تصمم وتكون سياستك واستراتيجيتك بناء على معرفة تامة بكل ما يتم في العالم لن تستطيع أن تحقق ما تريد ولا أن تنتصر على من يقاوم هذا الشيء طبعا الأعداء كثر ولذا نجد التخطيط من أجل بناء اقتصاد قوي من أجل بناء جيش قوي من أجل سياسة خارجية قائمة على فهم المتغيرات والعمل على معادلة تقي المملكة من الشرور وتستفيد من معطيات الأوضاع الدولية نعم وطبعا الحديث عن إنجازات المملكة خلال هذه الفترة أيضا لا يتسع المجال ذيك طبعا الدكتور وإنجازات الخادم الحرم الشريفين وكذلك سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان أيضا قدموا إنجازات اقتصادية كبيرة جدا ومميزة ضمن رؤية المملكة عشرين ثلاثين كيف ترى أيضا رؤية المملكة والمجالات التي تحققت في هذه الفترة على ضوء هذه الرؤية أولا تحقق الكثير في نفس الوقت يجب أن نضع ما تحقق وما سيتحقق أيضا في ضوء الأجواء المحيطة بنا لا شك المملكة وكان من المتوقع ومن الممكن أن تحقق أكثر مما حصل الآن لكن أيضا في معادلات دولية كثيرة مشاكل حرب اليمن وشاكل إيران واضطرابات في العالم العربي إلى آخر ومع ذلك فقد تم الكثير والكثير مما يدل على عقلية وقدرة عند الملك حفظه الله وعند الأمير محمد بن سلمان الذي يقود سفينة التنمية والرقي و والتقدم والمشروعات الكبرى التي يخطط لها بل وينفذ يخطط وينفذ مقدام يعني يضع الخطة ويقدم على تنفيذها نعم لا شيء بين الاقتصاد والسياسة أيضا دكتور يعني بينهم علاقة وكل جانب يؤثر في الجانب الآخر المملكة السعودية يعني السياسات الخارجية قوية جدا في هذه المرحلة ويعني تتميز بحضور قوي جدا على مستوى الدولي ما الذي ساعد أيضا في حضور المملكة رغم للظروف التي ذكرت قبل قليل الصراعات المحيطة بمملكة سواء الحرب الحوتين في الجنوب وحتى أيضا الصراعات المختلفة أيضا إيران وما إلى ذلك وهذه الهجمات ضد المملكة ومع ذلك المملكة العربية السعودية قوية جدا داخليا وخارجيا ما الذي ساهم في ذلك الذي ساهم في ذلك هو الاستفادة من مقومات القوة في المملكة نعم المملكة العربية السعودية هي قلب العالم العربي نعم وهذا يجعل لها مكانة عند جميع العرب ولكن يجعل عليها أيضا مسؤوليات وثقل المملكة هي موطن الحرمين الشريفين وبالتالي لها البعد الإسلامي البعد العربي والبعد الإسلامي إذا أضفنا إلى ذلك أيضا ما هو معروف من القوة الاقتصادية في المملكة وما حصل أيضا من تقدم تقني جيد لأبنائها كل هذه العوامل موجودة العظمة في من يوظف هذه العوامل بالطريقة المناسبة بحيث يحقق الهدف إذن الدكتور محمد الربيع وكيل جامعة المحمد بن السعود الإسلامية رئيس النادي الأدبي في الرياض سابقا ومستشار في دارة الملكة عبد العزيز شكرا جزيلا لك العفو أهلا وسهلا شكرا لكم مشاهدين الكرام ودمت يا وطني شامخا عزيزا دمت عاليا يا خير الأوطان إلى اللقاء اشتركوا في القناة